شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي العديد من المؤتمرات والندوات تقام حول هذا الموضوع فقراتنا اليوم راح تكون عن التوعية بسرطان الثدي خصوص هذا الموضوع ضيفتنا اليوم دكتورة ديمة عبدالجبار استشارية أورام الثدي يا أهلا وسهلا بيجر أهلا وسهلا دكتورة ديمة مثل ما عرفنا للمشاهدين الأعزاء عن موضوعنا اليوم اللي هو التوعية وشهر أكتوبر ويعتبر شهر سرطان الثدي فحبين بداية نعرف ونطف النبذة تعريفية لمشاهداتنا العزيزات عن سرطان الثدي ما هو سرطان الثدي؟ سرطان الثدي هو عبارة عن خلايا أصلها يكون من الثدي ولكن هي تقرر أنه يصير خربطة عدهجينية وتقرر تنمو بوقت ما المفروض تكون تنمو بي نحن مثل ما نعرف النمو يكون بعمر الـ 12 أو العشر الـ 12 أو حتى إلى الـ 14 أو بخلال الحمل تقرر تنمو تكون خلايا خلايا تختلف عن سرطان الثدي فبعد ما تكون هذه الخلايا تسوي قروب وتحاول تروح لغير أماكن بالجسم عن طريق البقد اللنفاوية بعدين ممكن تروح للكبد للرئة لذلك يقول هو بدأ بالصدر وعند يوصل للعظام أو وصل للدماغ أنهي هذه الخلايا تحاول تروح تحتل أماكن ثانية مثل الكبد أو العظم وهي لا تفهم طبعا ما تعرف هي خلايا ثدي فدائما تسبب فيه فشل الكبد أو تكسر العظام فهذا هو تعريف المبسط لسرطان الثدي نعم طيب دكتورة ديمة حابين موضوعنا اليوم سيكون عن التوعية حابين نعرف شنو أهمية التوعية دائما نسمع التوعية على سرطان الثدي من أدوات ومؤتمرات ومقابلات وهوية أطباء وطبيبات يطلعون يحدون بهذا الموضوع حابين نعرف فعلا الفائد الحقيقي لموضوع التوعية السبب أنه نوعي الناس عن سرطان الثدي لأنه اكتشافه مبكرا يسبب مختلف تماما عن اكتشافه متأخر بالنسبة لحياة المريض أول شي نقسم سرطان الثدي إلى خمس مراحل المرحلة الصفر المرحلة واحد المرحلة اثنين ثلاثة وأربعة كل ما اكتشفنا أبكر كل ما عملية العلاج والبروغنوسز أو أنه نسبة النجاح تكون أعلى يعني في المرحلة زيرو يكون مية بالمين نسبة النجاح وعدم رجوع المرض أو كور ريت ملتها مرحلة واحد يكون ثمانية وتسعين بالمين شوي نبدو نقل ثلاثة بالإضافة إلى طرق العلاج تصعب مع كل مرحلة يعني المرحلة زيرو ممكن نكتفي إحنا بجراحة أو جراحة وإشعاع مرحلة ثلاثة نحتاج كيموثرابي فيختلف حسب النوع وحسب المرحلة لهذا إحنا كل ما اكتشفنا مبكر كل ما نسيف على المريض أنه أقل علاجات أقل ممكن ما يحتاج كيموية ممكن ما يحتاج إشعاع يعني يعتمد على النوع وعلى المرحلة فعلا دائما نحن نقول دكتورة ديما الوقاية خير من العلاج فكيف به موضوع يعتبر معقد وخطر نوعا ما طيب ديما حابين نعرف ما هي يعني مثل ما قلت ذكرتي طرق علاج السرطان الثدي هل فعلا يعني حسب المراحل تعتبر تختلف طريقة العلاج وهل علاج واحد كافي مثل هرموني أو كيمو أو مثلا جراحة أو كل العلاجات مع بعض يلا حتى يعني المريض يحصل على النتيجة المرضية يعتمد على المرحلة أيضا على النوع في أنواع معينة أنواع هرمونية تستفاد من الهرموني في أنواع غير هرمونية ما تستفاد من الهرموني فإحنا أول شيء أهم شيء عندنا النوع ومرحلة الورم إحنا ليش نركز على مثل ما قلنا على يعني نقولين الرقايا خير من العلاج كل ما نكتشف أقل كل ما أقل نحتاج حتى نعالج المريض يعني كيمياوي ممكن ننجنبه بالمراحل الصفر والواحد وحتى ثمية ممكن ننجنبه بينما مثلا إذا مصل مرحلة ثالثة ومصل مرحلة رابعة أحيانا هم ممكن نتجنب ولكن مو مثل المراحل المرتدئة العلاج كثير أسهل بالمراحل الأولى نعم طيب الدكتورة شنو من نقول يعني التوعية شنو خطوات التوعية يعني شنو أول الشغلات اللي يجب على سيدات أنه سووها حتى يعني التشيك المستمر شنو هي إجراءة الفحص زين إحنا من نقول توعية مبكرة نركز أول شيء على في حالة أي أعراض المريض عنده قبل ما نكون إحنا توعية بدون أعراض في توعية مع أعراض يعني في ناس صرعدهم أعراض في ناس ما عندهم أعراض ولو أقاطعش دكتورة خلينا نبلش هسا بدون الأعراض بدون الأعراض عادة يعتمد على التاريخ العائلة المرض فإذا واحدة تجيني مثل تقولي أمي وأمها وخالاتي اثنين عندهم كانسر هاي دفرنت من واحدة ما عندها فاملي هستوري فيعتمد على الفاملي هستوري إذن إذا أقوب العائلة ضروري جدا يعني أنه يعتبر نوع من الواجب أنه واحد يأمل هذا الفحص الدوري مئة بالمئة وممكن نعمله فحص بأمر أصغر يعني إذا جت من أي أعراض دكتورة هو عادة المفروض من عمر الأربعين فما فوق هذا روتين لي بدون أعراض ولكن ممكن نسوي بأمر أصغر إذا واحدة مثلا أمها صار بأمر الثمانية وثلاثين فإحنا نبدأ قبلها أو نكون متابعين يعني أكثر من أنه أو نشيك الجينات نشوف هالأدهجين معين أو ما عندها لأنه في حالة أدهجين أحيانا نحتاج أن نسوي عملية لشيلة ثدي حتى بدون الكنسر في حالة وجود الجين جين إذا سامع بي أنجلينا جوليس هو أنا أسترسل أن جاءت بالبالي أنه فعلا ما أدهج المرض بس لأنه أمها أدهجين ميوتيشن فهذا الجين ميوتيشن لما يكون موجود الشخص أنه عند الشخص يصير كانسر almost 80% خصوصا سرطان الثدي لذلك في ناس يروحون سواء عمليات تجميلية يشيلون بطانة الثدي ويضعون أمبلانت طبعا ما يبين أي شيء طبعا بس يحميل المصرطان الثدي almost 90% طبعا وهسهم يعني ويتطور الطب صار أنه عند استقصال الصدر رأسا ممكن جراء عملية تجميلية ونحط مثل ما قلت 100% رأسا ممكن نخلي تجميل يعني واحد ينام ويقعد ما يحس الفرق طبعا فيعني طورت العمليات طورت ونقص كل شيء بالعكس أصلا فيه أنواع معينة وهي طبعا جراحي يقدر يحكي لكم عنها أنواع معينة ما تحسين أصلا فيه فرق يعني مرات أنا كطبيبة من أفحص المريضة أقولها هل هذا ثدي طبيعي لو أنت حاطة أمبلانت يعني ما قدر مرات أفرق يعتمد على النوعية ومنه يسويها وفي كثير أنواع فيعني يطور العلم ويطور ودخل التجميل كعلاج أيضا التجميل العلاجي مئة بالمئة مئة بالمئة يعني هسا مو مثل قبل فواحد لا يخاف إذا عنده شيء هو الخوف والجهل هو اللي يخلي الواحد ما يروح للقبيب بينما يعرف إذا يعرفه ومجرد يمحتمال بس يشيلوها وتنتهي العلاج غير عما إذا يدخيل ورح أخذ كيمياوي ورح يوقع شعري بالمناسبة حتى بكيمياوي ممكن استخدم أجهزة ورح يوقع شعري كثيرا أشياء تطورت طورت طورت لكن الناس بالكانسر بالذات قبل مئة سنة توقفت عندهم الكانسر حتى هناك ناس يقول لك اسم الله لا تقولين هذا المرض يعني ذاك المرض يسمون أو لا تأشرين مثل إذا أأشر على نفسي أو إذا أقول لا تأشرين دكتور اسم الله عليك يعني تطور الإلم يعني تطور الإلم يعني تطور الإلم طور الطب مثل ما قلت أكو جراحات تجميلية حتى المرأة دائما تشعر بثقة بنفس الوقت قلت أجهزة الكيمو تغيرت طبعا أنواع الكيمو ومو بضرورة يوقع شعاره ومو بضرورة يوقع شعاره ومو بضرورة نعطي كيمو وحتى لإلمج فيه ناس يدخلون للعملية يطلعون بنتيجة أحسن يعني نتيجة قبل العملية تكون أسوأ من بعد العملية نعم طيب دكتورة ديمة ما هي أسباب سرطان الثدي وهل ممكن نكتشفه وإذا كانت أمكانية نكتشفه أو مثلا نفحص معين بسيط كنسة ممكن نسوي بالبيت هم أيضا توضحينها وتوضحين مشاهداتنا العزيزات خمس إن شاء الله أسباب سرطان الثدي تنقصن إلى نمعين أسباب نقدر نتحكم بيها وأسباب لا نقدر نتحكم بيها شو الأسباب الأول شي نقول من نقدر نتحكم خارجة عن إرادتنا مثل ما قلنا جينات التعرض للإشعاع مثلا نحن مع الأسباب بالعراق كلنا نتعرضين للإشعاع هذا يزيد الرزق مالتنا مثلا نوعية الجنس يعني فيميل هواية الرزق مالتها أعلى عن الرجال يعني الرجال مو متصير بيها متصير بس بنسبة جدا أقل من الفيميل ممكن تاريخ العائلة وهذا يفرق عن الجينات يعني اللي عندهم بالعائلة إذا أمها أو أختها هم هم توايس يعني هاير مرتين أعلى هل الوراثة من واحد مثلا يوري السرطان ضروري يكون سرطان تتدي أو أي أنواع أو أي نوع من أنواع لا هو جين مرتبط بعدة أنواع من السرطان يعني سرطان المبايض مثلا إذا أمها عندها سرطان هاي المبايض همين تكون نسبتها أعلى فهو يعتمد على نوع السرطان أي نوع من السرطان المبايض اللي أنا نقولها علاقة بالفج يعني في أنواع نحن نقدر نقرر أي واحدة مثلا مثلا جدي عنده سرطان الرئة بس هو مدخن هاي ما تعتبر ريسك فاكتر هو مدخن وهذا السبب أو يعني أنواع معينة نحن نقدر هو الطبيب المختص هو اللي يقدر يعرف ريسك مالتج إذا ريسك أسسسمنت هاي الأشياء في أشياء قدنا نتحكم بها هاي الأشياء اللي ما نقدر نتحكم بها بينما الأشياء اللي نتحكم بها شنية مثلا الحملة المبكر نزيل الحملة المتأخرى مثل الرسك مالتج عندك زيادة الوزن زيادة الوزن يعني الحملة المبكر مفيد مفيد يعني يعني الحملة المتأخر الرضاعة الطبيعية وهاي منعرفها من نشسمة تساعد الرياضة تقلل النسبة عدم التدخين 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 لأنه الكل يجي يقول لي دكتورة السكر موزي يدخنون يعني التدخين جدا مهم في كل أنواع السرطانة كل أنواع وليس بسرطانة الرئة لا ليس بسرطانة الرئة سرطانة أي نوع من أنواع السرطانة عندك الكحول هذه الأشياء التي نستطيع نمتنع عنها الوزن الصحي التشخيص المبكر مثل ما قلت أول شيء الفحص ليس دائما يعني نسبة التي يجونا هم حاسين كم قليلة عادة حتى لو بس عمر الأربعين وفوق يساوون اكتشفنا أكثر من 70% من الأورام لو بس عمر الأربعين نعم نعم دائما نقول الوقاية خير من العلاج ونستغل التطور الذي صار بالطب وإذن التطور الذي يصير بعالم السوشال ميديا كثرة الندوات واللقاءات والناس الذين ناشطوا بالسوشال ميديا تطي دائما وعي عن هذا الموضوع احنا طبعا بنهاية رقائنا اليوم كل الشاكرين وجودة ويانا استفادينا جدا من المعلومات ونتمنى من مشاهداتنا العزيزات دائما الصحة والسلامة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة 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 من هذا المكان الجميل والمنظر الحل الورايا اشتركوا في القناة 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 الأزرق نسقط معها حذاء بألوان بنفسجي وأزرق وأحمر ينطيق لك رقي وأناقة تقدرون تعتمدون هذه الإطلالة الصباحية أو مسائية أما الإطلالة الأخيرة فلبست نفس التنورة مع التوب باللون الأبيض ومثل ما شفتوا التوب من الكتف بخيوط فضية أنت تقولك طابع أنيق وراقي ومسقط معها حذاء من الشفاف باللون الأبيض وبيبوك باللون الفضي هم تقدرون تعتمدون هذه الإطلالة كإطلالة صباحية أو مسائية أتمنى أعجبتكم هذه التنسيقات وأكيد تقدرون تختارون منها الإطلالة التي تناسبكم بإضافة بسيطة من الميكوب والشعر والأكسسوار الذي أنتم تفضوا وانتظروني بإطلالة جديدة ببرنامج كهرامانة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 وابنفس الوقت مكوناتها بكل بيت اما الوصفة الي أن tubes حليب مع العسل كانت نحتاجها ربع كوب من الحليب نخلطها مع ملعقتين على شعرنا من الجذور حتى الاطراف ونتركها على الشعر متقارب الساعتين لازم أنه ينترك فترة طويلة شوية هذه الخلطة وبعدين أكيد نشطفها بالشامفو والماء الفاتر أنا أحب الخلطات الطبيعية دائما وأحب أقرأ عنها وأطبقها على شعري وأكيد دائما أي خلطة نستخدمها ما راح نلقي النتيجة بسرعة اللي نحن نتمنى نحصلها لازم باستمرارية في بعض الأحيان يعني مدة السنة يمكن نظل نستمر على هذا الشي ونشوف التحسن فدائما نختار لكم خلطات حتى تقدرون أنتوا تختارون منها الخلطة المواد المتوفرة عدتكم أما خلطتي اليوم راح تكون عبارة عن بيضتين وموز تخلوهم بالخلط يعني موزة مثل ما هي بالقشر مالتها تخلوها بالخلط وتخلوها بالخلط وتخلوهم إياها ثمين من صفار البيض لما تحصلون على خليط متجانس تخلوه على الشعر وتغطوه بكيس بلاستيكي وتخلوه لمدة ساعتين طبعا يفضل أنه تبللون الشعر قبل ما تخلوه هذه الخلطة بعد الساعتين عادي تغسلوه بالشامبو والكونديشنر المفضل لكم بناتوا مثل ما شفتوا أنه الموزة خليناها هي وقشرها لأنهم تتخلوه الفوائد الموجودة بالقشر مالموز خصوصا للشعر ترجمة نانسي قنقر